من جانبه جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي بما يسهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والسعودي الحلبوسي وخلال استقباله أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي أكد أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة والعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية فيما عبر الوفد السعودي عن رغبة المملكة وحرسها على الانفتاح والتعاون مع العراق في المجالات كافة